بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عمرو سعيد مدرس جلدية في الازهر. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن. هنتكلم بيزيك من الاول خالص للناس اللي لسه جديدة والناس اللي دخلها ان شاء الله. بازن الله يستفيدوا معنا. هنبدأ اول حاجة خالص بالستركتور. الستركتور وزا سكين. عندي تو تايب سكين. في عندي سيك سكين اللي هو موجود على الناحية ده. وثين سكين اللي هو موجود على الناحية الرايب. السيك سكين ده السكين بتاع البال موصول والثين سكين موجود في او الزبدي. ايه الفرق ما بينهم? اول حاجة الايب دورمس بتاع السيك سكين اكتر او اكبر من الايب درمس بتاع السيني سكين. الايب دورمس بتاع السيك سكين اللي يرز بتاعته اكتر وكمان في لير زيادة هنقول عليها دلوقتي اللي هي الكلييرس الليير او الاستراتم نيوسنط. الادرمس طبعا انا عندي السكين ايب دورمس ودرمس وهيبو ديرمس. الهوا الساب كوتينيس فان. الدورمس بتاع السيك سكين ما فيهوش هير فوليكل ولا سبيشوس جلان موجود فيه بس موجود فيه بس سويت جلان دي اللي سويت جلان ودا اللي سويت داكت بتاعتها لكن الدرمز بتاعت السينسكين بيبقى فيها بايلو سبيشوس فوليكل يعني هير فوليكل ورليتد لها سبيشوس جلان وكمان معاهم سويت جلان الدرمز بتاعي نفسه بس هيبقى ثيكر شوية عن الدرمز بتاع السينسكين وهيبقى هبهزرد ريارينجد فايبرز انا عندي السكين زي ما اتفقنا بيكون من ابو درمز ودرمز وهايبو درمز الابو درمز فورمت اوف سيلز مينلي والدرمز بيكون من سيلز ان فايبرز والهايبو درمز بيكون من فات الابو درمز بيكون من تو تايبز السيلز السيلز الموجودة يا اما تبقى كيراتينوسايدز يا اما دندراتيك سيلز الكيراتينوسايدز بتبقى الرينجد ان لييرز اللييرز بتبدأ بالبيزل سيل ليرز اللي هي الكولامينار سيل لير دي وبعدين البريكل او السباينوس سيل لير وبعدين الجرانيولر سيل لير وبعدين المفروض الكراتينوس او الهورني سيل لير وفي السك سكن بيبقى فيه لير زيادة اللي هي الكليير سيل لير لو قلناهم بالأسامي بتاعتهم التانية ستراتم بيزيلز ستراتم سباينوزم ستراتم جرانيلوزم ستراتم ليوسيدم ستراتم كورنيم بالهيستوباثولوجي منظر الخلايا ببقى كده بالضبط البيزل سيلز كولامينار سيلز في عندي جزء هنا كده اللي هو السيلز اللي بتبقى نازلة تحت شوية اللي هي اسمها الميلانوسايد هنقولها دلوقتي دي ديندريتك سيلز اللي يرز ده ده شكل الكيراتين او شكل هورني لير بتبقى عبارة عن باسكت ويف كيراتين يعني سيلز وما بينها فراغات وبتبقى انيوكلييتد سيلز يعني ما فيهاش نيوكليز ستراتم كورنيم بعد كده ستراتم جرانيلوزم جرانيلوزم او جرانيلوز سيلير دي بتبقى دارك لي بيجمنتد وبتبقى غمقى كده وبعدين البريكل سيل لير والبيزل سيل لير زي ما اتفقنا فيها الكيراتينوسايد بتاعتها او بتبقى كولامينار سيلز with اوفال نيوكلياي في عندي يبقى ده الإبديرمز بتكون من سيلز مني والسيلز 2 تايبز ياما كيراتينوسايدس ياما دندريتك سيلز دندريتك سيلز 2 تايبز سيلز موجودة في الإبديرمز اول واحدة فيهم الميلانوسايدس الميلانوسايدس دي بتبقى إميد وذين كيراتينوسايدس او كل تسع بيزل سيلز العشرة بتاعتهم هي الميلانوسايتز ويهي دندريتك يعني فيها دندريتز ليه فيها دندريتز عشان فيها دندريتز عشان تعمل ايه عشان تغذي اللي حواليها كل ميلانوسايت بتغذي 36 36 كيراتينوسايت وبنقول عليها الإبدرمل ميلانين يونيت إبدرمل ميلانين يونيت تمام؟ دي الإيه الميلانوسايتز وبتغذي 36 كيراتينوسايت حواليها بنقول عليها الإيه إبدرمل ميلانين يونيت تمام؟ في عندي أزر دندريتك سيل موجودة فوق اللي هي اللانجرهان سيلز دي أنتجين بريزينتين سيلز ليها برضو دندريتز عشان تاخد الأنتجين من السكين سورفز وتنزلهولي على يبقى الإبدرمز بيتكون only of سيلز السيلز بنوعين كيراتينوسايتز اللي هي الرينجل ودندريتك سيلز اللي هما two types of سيلز الميلانوسايت والانجرهان السيلز الدرمز بيتكون من سيلز نكمل بس دي ده بتاعته تمام؟ زي ما احنا شايفين كده ده شكل المنظر دي شكل الخلايا بتاعة الكيراتينوسايتز اللي هي إحنا شايفين إزاي الميلانوسايتز كده خلايا مدورة وتحت شوية دي اللي هي الميلانوسايتز اللي بيبقى فيها ميلانين الميلانوسايتز دي لو اكتف بيبقى الميلانين كتير زي ما احنا مسلا في حالة زي دي دي حالة فريكلز الميلانين فيها بيبقى كتير فبتبان الصبغة بعد الإبيدرمز في درمز الدرمز بتاعي ده الدرمز بتاع السيني سكين الموجودة على ناحية الشمال وده الدرمز بتاع السيكي سكين ده السيكي سكين وده الدرمز بتاعه وده السيني سكين وده الدرمز بتاعه الدرمز بيتكون من سيلز وفايبرز السيلز بتاعتي اسمها فايبرو بلاست الفايبرو بلاست هي دي الستيم سيلز اللي بتكونني الفايبرز الموجودة في الدرمز اللي هما سواء كانوا كولوجين أو إلاستيك فايبرز كولوجين فايبرز أو إلاستيك فايبرز الكولوجين أو الإلاستيك فايبرز دول بيعملوا لي two layers of the derms الليير الاولى اللي هي بتبقى infaginated into the epidermis وبنقول عليها dermal papillary dermis papillary dermis يعني ده upper layer of the dermis where the dermal papillary is formed يعني infagination من الدرمز دخل على الإبدرمز أو encroachment of the dermis into the epidermis بنقول عليها اسمها papillary layer البابلاري layer دي الكولوجين والإلاستيك فايبر بتبقى هاب هازرد لأرينجت وبيبقى طبعا موجود فيها البلاد فيزلز والنيرفز وكده اللييرز اللي تحتها بسميها reticular dermis بتبقى الكولوجين والإلاستيك فايبر arranged in a reticular pattern زي ما احنا شايفين هنا كده عاملة زي الميش لايك بتبقى reticular dermis lower layer of the dermis ده شكلهم في السيك سكين وفي السين سكين عشان الناس اللي عايزة اللي بتذاكر هستوباصولوجي وبالنسبة لها الموضوع صعب ده شكل السين سكين وده شكل السيك سكين ده شكل السيك سكين برضو وده شكله ده الإبدرمز والدرمز بتاعه والهايبودرمز وقلنا الدرمز بتاعه بيبقى irregular كنت تشوه بيبقى أكبر شوية طيب في بلد فازلز وفي نيرفز وفي سكين أبنديجيز السكين أبنديجيز دي اللي هي ينين اللي هي أول حاجة الهير فولكل ده شكل الهير فولكل في الترانسفير سيكشن بتبقى دوائر بالمنظر ده بالظبط اللي جوه الهير شافت واللي حواليه بالظبط كده ده شكلها في اللونجيتيو دينال سيكشن وساعات بتوصل لغاية السابكوتينيا سفات لو هي أناجين الأناجين هي بيوصل تحت خالص لغاية السابكوتينيا سفات ده ان لو خدت الونجتيو دينال سيكشن بيجيب لي الشعرية من فوقها لتحتها بطولها وده الشعرية هنى related ليه بيبقى الاسبيشيس جلاند اللي حنا بنقول عليها حاجة اسمها بايلوسيبيشوس يونيت أو بايلوسيبيشوس فولكل الاسبيشيس جلاند بيتبان لو كبرتها بيبان المنظر كده. ده شكل الاسبيشيز جلاند. تمام? وعن دي في سويت جلاند. سويت داكتز بتبان دي الهير ايكراين سويت جلاند. ودي الابوكراين سويت جلاند. دي اشكال الاسكين ابنديجيز في الهيرستو باثولوجي عشان لما شوفها ما تلغبطش فيها. دي بكتورة هي. دي بين فوق هنا. ده هير فوليكل. تمام? ودول سويت جلاند. ده اللي تحت ده في بلاد فيزل. شايفينه? بلاد فيزل. وفي عندي نيرف. ده شكل النيرف. النيرف هنا في عندي توك كورباسلز. قلنا عليهم لما كنا بنشرح البرورايتز. قلنا كورباسل فوق في ديرما بي ديرما جونكشن. وباثينين كورباسل تحت في ماشي دي اسمها نيرف كورباسلز. بتبقى دايرا. ده شكل كده دياجرام بيوضح لي شكل الخلايا. طبعا ان لو بدأنا من 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 تحت البيزل سلير. وبعدين شوفوا شكلها بينا هي. لانجر هانسلز. والجرانيو سلير غمقه. والهورني لير بقى دي اللي هي اللي فيها الباسكت ويف ابيراس. بعد كده زي ما فيه بلاد فيزلز في كمان بلاد سلز. يعني البلاد فيزلز دي فيها بلاد سلز. دي لو فيه او حاجة بتتجمع. وتعمل لي لو فيه بتعمل لي انفلترات. فنازم ابقى عارفة شكل لكل واحدة من البلاد سلز دي ايه? عشان لو جي انفلترات اقول ده اليمفوسيتك لأ دايزينو فيلك لأ ده اي حاجة. اليمفوسيتس غالبا ما بتبانش السيل بيباني بتاعتها وبتبقى ودواير دواير قد بعضها. وبتبقى بالمنزر ده. ده منزر ايه الليمفوسيتس. لما بشوفها بقول ده ودي في معزم الامرات بتاعتنا يا مسلا هلاقي بان ده او فاليمفوسيتس مهمة او اني بعارفين شكلها دواير كبيرة وزرقة وبتبقى كلها قد بعضها وجنب بعضها. اه الماكروفاجز بتبقى غالبا فتحة لان هي فبتبقى افتح شوية من من الليمفوسيتس. الماكروفاجز او الهيسيوسيتس او الديندريل اه الماكروفاجز هي. تمام? في عندي ده منزر النيوتروفيل. ده منزر النيوتروفيل بتبقى اه سري لوبز او باي لوبز نيوكليز. غالبا النيوتروفيل بتبان دواير صغيرة برضو. وبتبقى اصغر من الليمفوسيتس ويساعات بتبان كنيوكلير داست. اخر سيل بالنسبة لنا مهمة قوي نعرفها هي الازينوفيل. الازينوفيل دي خلية حمرة. بتبقى لها اباندونت سيتو بلازم. وبيبقى السيتو بلازم بتاعها بيل بلو سيتو بلازم وبيبقى احمر. بنقول عليها شبه واحدة لابسة نضارة شمس. يعني هي كأن دي الفيس. وكأن دي النضارة. فبنقول انها شبه كأنها واحدة لابسة نضارة. تمام? دي الازينوفيل عشان لو لقيتها هقول في ازينوفيلك انفلترات. السيلز بتاعة الكيراتينوسايتس دي او السيلز بتاعة السكين لازم تبقى مسكة في بعضها. لازم تبقى مسكة بحاجة اسمها السيل ادهيجنز. السيل ادهيجن عشان يحصل ادهيجن ما بين خلية وخلية. يا اما يحصل دايريكتلي كده ان الخلية دي فيها حاجة اسمها ادهيجن مولوكيول. والتانية فيها ادهيجن مولوكيول فيلزقه بعض. فنقول عليها عن طريق او ان السيل يبقى فيها ادهيجن مولوكيول تمسك في ماتريكس وتمسك والماتريكس يمسك في الادهيجن مولوكيول بتاعة السيلز التانية بقول عليها سيل ماتريكس سيل انتراكشن او سيل ماتريكس سيل ادهيجن. دول بتاع اي خلاية في الدنيا. اما عن طريق. يا اما دايريكت ادهيجن كده سلتو سل ادهيجن يقيمة سلتو ماتريكس ادهيجن السل ادهيجن موليكولز اللي هي بتلزق الخليطين في بعض في منهم انواع في حاجة اسمها كادهرنز في حاجة اسمها اميونو جلوبيلنز في حاجة اسمها انتجرنز في حاجة اسمها سيليكتينز دول اللواصق بتوعنا اللي هم الجلوس يقيمة كادهرنز يقيمة اميونو جلوبيلنز يقيمة دي كلمة في منها انواع كتيرة جدا اهمها تقريبا خمس ستة انواع اهمهم الدسموزومة الكادهرينز اللي احنا عارفينهم اللي هم الدسموغلاينز والدسموكولينز الدسموغلاينز والدسموكولينز والدسموغلاين ده مش حاجة واحدة بس ده في عندي دسموغلاين واحد واثنين وتلاتة واربعة والدسموكولين برضو في واحد وفي اتنين وفي تلاتة الجونشن ما بين الخلايا هيتم عن طريق الادهيجن مولوكيولز دي ولكن في انواع من الجونشن في خلايا هتمسك في البيزة اللامينة او البيزمنت ميمبران اللي بيوصل اللي هو اسمه بطريقة معينة اسمها والخلايا اللي هي دي الخلايا الاولانية او اللي عندي اللي هي البيزل هتمسك مع بهمي دسموزوم هتمسك مع الخلايا اختها اللي جنبها بنوع اسمه هتمسك مع الخلايا اللي فوقيها اللي هي بحاجة اسمها وبعد كده في عندي في هنقول حاجة حاجة دلوقتي انا هعتبر اني دي عمارة تمام وده الاول اللي هي ده البواب بتاع العمارة بواب العمارة مسؤول عن البوابة بتاعت العمارة مسؤول عن البادروم والكراش والحاجات دي فهو بالناس اللي تحتي بالبادروم وبالباب بتاع العمارة بحاجة اسمها ومع ذلك هو برضو بالناس اللي فوقيه بيعمل لهم شغلهم فلازم يكون فيه ماسك مع الناس اللي فوقيه البوابين فيه اتنين بوابين فتحين الشقة على بعض بحاجة اسمها يعني ايه الجنكشن الجنكشن ده دي كده يعني فتحين البابين على بعض آآ في جاية من الخلية دي ومشية للخلية دي أو كده بيعدي منها بقى والمولوكولز والحاجات كلها بتعدي من هنا لهنا عشان يقدروا يخدموا الايه العمارة كلها ده الدور الاولاني فيه اتنين وقفين مسلا هنعترض اتنين وقفين في البالكونات ومشبكين ادهم في بعض فالتشبيكة ما بين ايه ما بين الشخص اللي في البالكونات دي والشخص اللي في البالكونات دي ما بين الكيراتين انترميديات فيلمنت اللي جوه السيل دي والكيراتين انترميديات فيلمنت اللي جوه السيل دي وموصلين ببعض اللي هما مشبكين ايديهم فبعض وده بقول عليه الديزموزومال جونكشن بعد كده ممكن البلكونات نكسر الحيطة اللي ما بين البلكونات ويبقى بلكونة واحدة ونعمل حاجة اسمها ادهيرانس جونكشن او ممكن نفتح الشقتين بقى على بعض ونعمل باب حديد ونخلي السكان ما يطلعوش خالص عندنا وده اسمه تايد جونكشن التايد جونكشن ده بيبقى في الجيراني لرسل لير يعني الخلايا لزقب بعضها بغيرة ممنوع اي حاجة من تحت تطلع على فوق ليه؟ عشان نمنع الترانس ابيدرمل ووترلوس عشان ده بنقول عليه السكين باريير السكين باريير بنمنع الترانس ابيدرمل ووترلوس لو حصل حصل ترانس ابيدرمل ووترلوس يحصل بقى الاتوبك درماتيتس وتحصل الدزيز اللي بيقى فيها بيقى فيها مشكل انا عندي البيزلس المسكة اللي تحتها بالهيميديزموزوم ومسكة معا اللي جنبها بالجاب جونكشن ومسكة معا اللي فوقيها بالديزموزوم خلايا الاسباين السيل لير مسكة معا بعضها بحاجة اسمها ديزموزوم ومسكة معا والجرانيولر سيل لير مسكة بالتايت جونكشن تمام؟ لغاية كده احنا الكلام ان شاء الله واضح طيب ده التايت جونكشن الخليطين لازقين في بعض مش هيسمحوا لأي حاجة من تحت تعدي ده الدزموزوم حاجة من جوه الخلية دي مسكة مع حاجة من جوه الخلية دي لكن في سبيس في النص ممكن اي حاجة تعدي من هنا في هنا سبيس في سبيس ممكن يعدي ممكن يعدي ماتيريالز ممكن يعدي اي حاجة التالت اللي هو الجاب جونكشن دي في بريجز ما بين دي وما بين دي فاتحين قنوات ما بيننا وما بين بعض بحيس نعدي منها ايونز ومولوكيولز وووترز وحاجات كده. تمام? يبقى ده الخلايا انا حتى الصورة دي عشان اقول لكم ان الخلايا مش مسكة كل واحدة مع اللي جنبها بس. دي مسكة مع اللي جنبها ومع اللي فوقيها ومع اللي تحتيها. عشان كده لو حصل ان الروابط ما بين الخلايا دي كصارت تروح مجماعة مية حواليها وتعمل الموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو البلي او تعملي الفيزيكل او تعملي كده. فالخلايا دي كلها مربطة في بعض. كلها مربطة في بعض. هنبدأ نقول يعني ايه ديزموزوم? يعني ايه ديزموزوم? ديزموزوم لو انا اعتبرت ان دي خلية اللي هي السل الاولانية. في جواها حاجة اسمها كيراتين انترميديد فيلمنت. والخلية التانية برضو فيها كيراتين انترميديد فيلمنت. وهنوصل الخليطين ببعض. اول حاجة تمسكهم ببعض هي الكادهرنز اللي هم الديزموجلاين والديزموكولينز. الكادهرنز دي مسكة بايه? مسكة في حاجة اسمها بلاكوفلين و بريبلاكين و ديزمو بلاكين. بلاكوفلين بريبلاكين ديزمو بلاكين. الجزء ده بقى على بعضه من اول الكيراتين انترميديد فيلمنت دي. دي مسكة في الديزمو بلاكين. اللي مسكة في البربلاكين. اللي مسكة في ديزمو كلاينز. كل دول اللي مسكة الناحية الثانية بالدس م hadn't الدسمو بلاكين وانت يدفلة منت التانية دي اسمها ديزموزوم اللي هو المستطيل ده هو ده اسمه ديزموزوم الجانج الدزموزوم ده ممكن اعتبره تو بارت فيه بارت في النص اللي بقول عليه ترانس ميمبراين كومبوننت ده بلى الخليتين ترانس ميمبراين كومبوننت وفيه جزء جوه الخلية اسمه سايتو بلازمي كومبوننت الترانس ميمبراين كومبوننت هو ده اللي فيه ديزمو جلايين والدسموكولين عشان كده لو ديزمو جلايين والدسموكولين ده تضرب الخليتين خلاص بيعدو عن بعض السايتو بلازمي كومبوننت اللي هو فيه البلاكوفيلين والبربلكين والدسمو بلاكين وده برضو ممكن اي حاجة فيهم تتضرب وتخلي الخليتين يفصلوا عن بعض ده الدزموزوم الدزموزوم اللي هو اساسي في البريكل سيل لير يهو ما بين البريكل سيل لير وبعضها او السبايناس سيل لير وبعضها وماسك كمان البيزل سيل مع البريكل سيل لير تمام بيتكون من سيتو بلازمي كومبونان وترانس هو عبارة عن cut in intermediate filament في واحدة مع cut in intermediate filament في واحدة مسكوا بشوية حاجات بتلزق في بعضها Gotchaosa Holocular بداية من اللي هما بحاجة اسمها بلاكوفيلين بريبلاكين ديسموبلاكين. بلاكوفيلين بريبلاكين ان ديسموبلاكين. يعني ده مهم جدا عشان ادخل على اي ديزيزز بالزات البولنس ديزيزز ابقى عارفة الدنيا بالضبط ماشي ازاي. عشان هقول ده الدرب حصل ديزيز معين. ده الدرب حصل ديزيز تاني. يبقى انا فهمة ده فين وده فين. ده منظر تاني ده كيراتين انترميديات اللي هو بالازرق. وده جزء اللي هو بتاع البلاكوفيلين والبريبلاكين والكل ده مع على بعضه. والايه? وده جزء بتاع ديسموبلاكين والدسموكولينز اللي هما ده برضو منظر تاني بيقول لي ديسموكولين هو اللي باللون الورنج والدسموكولين اللي باللون الاصفر. ودول برضو مسكين مع البريبلاكين والبلاكوفيلين والدسموكولين ومع الكيراتين في الاثر سلم. ده برضو منظر تالت. احنا بس عايزين نحفظ ان انا عندي الجزء الكور او اللي بنقول عليه الترانس ميمبراين كومبوننت او كور كومبوننت. ده اللي فيه الدسموكولين والدسموكولين. والسيتو بلازم الكومبوننت هو اللي فيه البريبلاكين والبلاكوفيلين والدسموكولين والاتنين مسكين الاتين انترميديات فيلا منت ببعض يعني انا عندي دي بلاكونة ودي بلاكونة واتنين مادين ايديهم مشبكين ايديهم في بعض. لكن البلاكونتين هم فاصلين عن ايد شو اذر. اه تلاتة طيب واحد واتنين وتلاتة. كل واحد منهم بيبقى في حتة او اكتر في مكان. الدسموكولين واحد اكسبريست في ابل واتنين في كله. في كل الليرز. ودسموكولين تلاتة في اللي هي في البيزل والبرابيزل مهم ما اعرفه الكلام ده? اه مهم ما اعرفه. عشان انا عندي اه لا حسب مين اللي هيتضرب لو ما هو ده اللي باز ميني يبقى انا عندي اللي فوق هي دي اللي هتفصل. لو تلاتة هو الباز مني. يبقى انا عندي هي اللي هتبقى آآ بازت. وعلى فكرة ده بتاعهم في ده. عكس ده بيبقى في انا مش هقولها مش هقولها عشان ما نطلق بطش. احنا هنحفظ بتاع واحد فوق تلاتة تحت. خلاص حفزناه. نيجي بقى بتاع العكس. وخلاص على كده. دسموكلين واحد دسموكلين اتنين ده مسؤول عن السابكرونيت باسترالدرم透يس ويهشوية من الاغي ايه حسب الديسموجلاين اللي بيتاخد بيعمل لي نوع اللي بيحصل واحد هيعمل لي وهيعمل لي وهيعمل لي وهيعمل لي وهيعمل لي هيعمل لي الهيربتيفورن بانفجاس. الديسموكولين واحد هيعمل لي ايجي ِ اي بانفجاس. زي ما قلنا سابكورنيا وباسترٓ درماتوزيس. لو الدسمو جلايين واحد و‌تلاتة هيعمل لي الوبيسجas اللي هو الـ اا الـ ايجي ١ترا اوافيديرمال طايف. الدسمو جلايين ultimii تلاتة هيعملي بنفجاس في الجارز وده الكلاجين ده بيعمل لي اب músس باللوذة مش وقتها. اجين بسرعة كده اللي قلناه البيزل مسكة مع اللي تحتها اللي هي البيزل لامين او بحاجة اسمها مهمة قويق بقى عارفة مسكة بهيمي دزموزوم هويفر مسكة معها اللي جنبها بجاب ومسكة معها اللي فوقيها بديزموزوم واللي فوقيها ماسك مع بعض وبردو بديزموزوم وعرفنا الديزموزوم ده عبارة عن ايه عبارة عن بتاعة الكرة الانترميدية في المنفوان سيل بالكرة الانترميدية في المنفوان سيل عن طريق اللي هما سواء كانوا او سواء كانوا بلاكينز الجاب جونكشن ده يا ولاد احنا قلنا ان هو او عبارة عن مفتوحة ما بين خلية للخلية التانية دي بنقول عليها اسمها عشان دي بتيجي ساعات في البيزيك الناس بتوعي الدبلوم او بتوعي الدكتوراه كسؤال بيزيك ايه هو الموجودة تجاب جونكشن ما بين البيزل سيل بس مش موجودة فوق مش موجودة في اي مكان تاني غير في البيزل سيل من خلالها بيعدي الايونز والسمول موليكيولز من وان سيل للأذر سيل في حاجة اسمها اكوا بورينز بتعدي الووتر والووتر سوليفل سابستانسز من وان سيل للأذر سيل المهم ان احنا عارفين ان الجاب جونكشن ده موجود بس في البيزل سيل لير ده شكل الكنيكسنز بعد كده هنقول ايه هو الهميدزموزون يبقى احنا معلش تاني احنا قلنا ان في فوق ما بين الجرانيولار سيل لير في حاجة اسمها تايد جونكشن خلطين مسكين مع بعض بيمنعوا ترانس ابيدرمال الووترلوس نزلنا تحت فيهم في دزموزون ما بين الخلايا وبعضها وفي جاب جونكشن ما بين البيزل سيل وبعضها وفيهم دزموزون هيوصل البيزل سيل بالليير اللي تحتها اللي هي البيزل لامينة او اسمه او اسمه ديرمو ابيدرمال جونكشن اللي هو هيكون من اسم بيزل لامينة هيكون من لامينة اليوسيدا ولامينة دينسة وحاجة اسمها ساب لامينة دينسة يشي? السل اللي عندي اللي هي البيزل سل فيها كيراتين انترميديا فيلامنت وهو ده اللي بوصل لأي خلية باللي حواليها. الكرة الانترميديا فيلامنت الموجودة في البيزل سل هتحاول تربط مع البيزل اللامينة اللي تحتها. اول حاجة هتمسك مع اللير الاولانية اللي اسمها اللامينة اليوسيدة اللي فيها الحاجة اللي بالازرع دي اسمها لامينة. اول رابط ما بين البيزل سل واللي تحتها هيبقى البولنس بين في جايد انتجين وان اللي هو مية وتمانين اه اللي هو ميتين وتلاتين كيلو دلتا. هيمسك مع البولنس بين في جايد انتجين اتنين اللي هو المية وتمانين كيلو دلتا. يبدأ اول رابط بيلبط للكيراتين بالبيزل لامينة او باللامينة اليوسيدة اسمه بولنس بين في جايد انتجين واحد وبولنس بين في جايد انتجين اتنين ودول لو اتضربوا بيعملولي بقول لازبين في جاي يا كل حاجة من الحاجات دي لو بازت هتعمل بس احنا مش بساطة الديزيز النهاردة انا عايز اقول عايز اشرح البيزيك بعد كده في حاجة هنا اسمها البليكتن البليكتن ده بيمسك في حاجة اسمها في حاجة اسمها وحاجة اسمها دول هيوصلوا لي انا كده وصلت الكيراتين انترميديات بتاعة البيزل سيل باول لير من اللي هو اسمها عن طريق بولس بن في جويد انتجين واحد مع بولس بن في جويد انتجين اتنين البليكتن مع الانتجرين سواء كان بيتا فور او الفا سيكس انتجرين اللامين اليوسي ده فيها حاجة اسمها واللمينين ده اشهر نوع منه وده برضو لو دفكت هيعمل لي نوع دزيز معين اللامين اليوسي ده مسكة مع اللامينة دينسا بكولوجين اللي هو الكولوجين اربعة وبعدين في كولوجين تلاتة اللي هي في الساب لامينة دينسا وفي عندي الكولوجين سبعة ده بيجي من تحت ويلف على فوق يعمل لي حاجة اسمها دي بتلف من تحت الفوق وهنشوف دلوقتي الصورة واضحة ده اسمه اللي هو بيتكون من الكيرات الموجودة في البازل سيل والتوصيلة بتاعتها بالبازمنت ميمبرين باللمينة اليوسي ده الاول وتوصيلة اللامينة اليوسي ده باللمينة دينسا بالصاب لامينة دينسا او بالريتيكولر لير ده اسمه الهيمي ديزموزوم ده شكل الهيمي ديزموزوم كرة الانترميديات فيلمين في الخلية مع البولاس بين في جويد انتجين اتنين وانتجين واحد وبعدين البلكتن والانتجين وده اللامينة ده برضه نفس ايه نفس الشكل دي اهي جاية من تحت الهي هو سبعة وكل حاجة من دي لما بيبقى فيها دفت بنرجع نقول الدفكت ده بيعملي دزيز اسمه ايه تمام يعني في دفكت في اللامينين في دفكت في الكولوجين سبعة في دفكت في البولةز بين في جويد انتجين واحد اتنين في دفكت في الانتجين في دفكت في كل حاجة بيبقى ليها ديزيز والمفروض ان انا لما اجا زاكر هرجع تاني للصور دي واقول ان انا عندي ده هنا ده لو اتضرب بيبقى يحصل لي ديزيز كزا لو ده بوز يبقى ده يحصل لي ديزيز كزا ده شكل برضو زيه وده البولز بنفجويد انتجين واحد اللي هو متين وتلاتين ماسك فوق مع البولز بنفجويد انتجين اتنين اللي هو والمية وتمانين كيلو دالتون تمام مسكين في بعضهم وهنا اللمينين وهنا ده بتاعت الكولوجين وده طيب آآ تمانية كولوجين طيب آآ صوري طيب تلاتة واربعة كولوجين طيب الفيزيكل او البولة يعني ايه يعني او ده لو سمول هيعمل لي ولو لوج هيعمل لي بولة طيب ازاي بيتكون بيتكون عن طريق حاجة من اتنين يا اما انت سيليلر اديما اللي بنقول عليها سبونجيوزيس يعني جيه الاكسرا سيليلر فليويد وتجمع ما بين خليتين وفصلهم عن بعض فيجمع يعمل لي فيزيكل او بولة يا اما بالميكانيزم التاني اللي اسمه اكانسولايسيس اكانسولايسيس اللي هو او او ادهيجن بتوين زاسل وبعضها يعني حصل ان اتضرب حاجة من بتاعتي سواء كان جيناتك دفكت فيها او سواء جيه انتي بودي كسرها فاتفصلت الخلايا عن بعضها فاتر الاكسرا سيليل فليويد يتجمع ان بتوين ويعمل لي الفيزيكل او البولة. هنا ده الخلايا مسكة مع بعضها بالجونكشن كله لازق فبعد وفيش اي مشاكل خالص الجزء اللي فوق ماسك بديزموزوم اللي هو بديزموغلاين واحد وثلاثة اللي احنا اتفقنا عليهم ديزموغلاين وديزموكولين والجزء اللي تحت اللي هو الهيمي ديزموزوم ماسك البولة زبين في جود انتجين واحدة هو البولة زبين في جود انتجين اتنين وده البيزل سيل ماسكة مع البيزل لامنة او مع الدرمو ابيدرمال جونكشن. لو في حالة مسلا البنفجاس فالجاريز المشكلة انترا ابيدرمال حصل ان الخلايا بتاعت اللي مسكة بالديزموزوم بازد فاتكسر الديزموغلاين والديزموكولين ففصلت الخلايا عن بعد وبالتالي ده هيعمل لي انترا ابيدرمال بليستر او بولي او ان الجزء بتاع البيزمنت ميمبرين او الهيمي ديزموزوم هو اللي يبوز ويفصل اه سواء بقى الفصل ده عن طريق البنفجويد انتجين واحد او اتنين او عن طريق اللي مسك اللي تحت في بعضها في كل الاحوال هيعمل لي ساب ابيدرمال بليستر او بولي. يبقى انا عندي كده ادي ده البنفجاس انترا ابيدرمال البنفجويد او الساب ابيدرمال والايه والابيدرمال ده شكل الكليفت او البولي لما بيبقى سوبرفيشيال عليه ساب كورنيل يعني هو ده انترا ابيدرمال بليستر بس ممكن انترا ابيدرمال يبقى تحت حسب الديزموغلاين مين اللي تاخد لو خدنا ديزموغلاين تلاتة اللي هو اصلا اكسبريست تحت هتبقى البليستر تحت. لو خدنا ديزموغلاين واحد اللي هو باكسبريست فوق هتلاقي الكليفت فوق اسمو ساب كورنيل كليفت. ولو اه تحت هيبقى سوبرا بيزا الكليفت. ولو هنا هيبقى ساب ابيدرمال كليفت او بولا. في حال اكتنسولايسيس ده اللي اكتشفوا الهنريخ اوزبتز. وقلنا ان هو لصف كوهيرنس ما بين السيلز وبعدها. والسيلز بتريمين انتك. يعني كل خلية بتفضل زي ما هي طبيعية جدا. الديين ايه بتاحها سليم. الميتابوليزم بتاحها كويس. الميتوزز كل حاجة فيها كويسة بس هي فصلة عن اللي حواليها. ده سببه ممكن يبقى اوتو اميونيتي او دراجز او او بيرنز او جينيتيك او ممكن يبقى ده يعني يحصل اول حاجة تضرب هي الاديجن ما بين والسيلز سليمة ما فياش اي مشاكل. او ان الكيراتينوسايس نفسها فيها باسولوجي فيها مشكلة. فلما تبوز الكيراتينوسايس تضطر تفصل عن اللي حواليها. السكندري اكانسولايس اشهر سبب لي الفايرال انفكشن. الفايرال انفكشن بيعمل لي حاجة اسمها فتتنفخ اوي اوي اوي. فلما تتنفخ اوي اوي وتعمل لي تفصل عن اللي حواليها وتعمل وده في الحالة دي بنسميه اهم سبب للبرايماري اكانسولايسز البنفيجس طبعا الجارز وفوليشيس وإيرثماتوزيس الهالي هالي والداريير ترانسينت أكنسولاتيك درماتوزيس البولاس إمبتايجو والفور اس الساكندري أكنسولاتيس الأشهر سبب لهم طبعا الفيروس الهرب السيمليكس الزوستر الكنديلومة الليبروسي الإبديرموليتك هايبر كياتوزيس لستة كبيرة تمام؟ كل دي أي حاجة تبوز الكيراتينوسائز ممكن تخلي الكيراتينوسائز تفصل عني اللي حواليها ممكن تعمل بلستر أو بولين السلايوت دي الحقيقة للناس الكبار شوية اللي داخلين امتحانات سواء ماستر أو دكتوراه احنا بنقول إن فيه بيبقى فيها بيروح رايح يكسر الدسموغلاين والدسموكولين الانتيبودي ده بيمسك في إيه؟ بيمسك في حاجة اسمها بريفرال مايلين بروتين أو سليلر أسيطايل كولين ريسبتور أنا حبيت أقولها بس عشان دي حاجة مهمة بيمسك فين؟ بالضبط من الادهيجان مولوكيوس بيمسك في ميلين بروتين أو في الأسيطايل كولين لما بيفصل الدسموغلاين بيكسروا بيروح التونوفيلة من تكرمش تروح تشد نفسها والسيل تشرينك وتصغر ويحصل لها أبوبتوزيس ده بقى المكان بتاع الأكانسولايس بيحصل فين في كل الديزيز بيحصل سوبرابيزل في الفيجيتانز بيحصل سوبرابيزل في البيمفيجاس فوليشيس وإنفلماتوسيس بيقى ساب كورنيل الهالي هالي والدريير حقيقة احنا هنقولهم في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله كيراتينيزيشن وديسكواميشن بيبقى ساب كورنيل برضو كل ديزيز وليه مكان بتاعه هنا برضو عندي قد البولة سهي بنفيجويل بيبقى ساب إبيديرمل هيبقى في البيمفيجاس هيبقى انترا إبيديرمل ده شكل السلايد دي أول مايجي أشوف أنا شايفة إيه هقول أنا شايفة هبص على إيه هبص على الأنجل هبص على الأنجل دي أول حتة هبص عليه أشوف من فوقيها ومن تحتيها اللي فوقيها شايف أنا إيه الكيراتين كيراتين بس وتحتيها إيه تحتيها كل اللير بتاع تلسكين يبقى دي أقدر أقول عليها ساب كورنيال بولي أو ساب كورنيال كليفت أو ساب كورنيال بليستر دي بتبقى في البيمفيجاس فوليشيس وبينفيجاس إيسيماتوز أو أقدر أقول عليهم سوبرفيشيال بيمفيجاس يبقى دي ساب كورنيال بليستر أو بولي موجودة في الإيه البينفيجاس فوليشيس أو السوبرفيشيال بيمفيجاس طيب برضو أنا شايفة كليفت أو شايفة بولي هروح على الأنجل أدي الأنجل الانجل تحتها ايه؟ تحتها بيزل سيل البيزل سيل مفصولة عن اللي فوقيها ومفصولة عن اللي جنبيها فعملالي حاجة اسمها تومب ستونز أبيرانس اللي هي شواهد الكبور اللي هي الحاجات المسلح اللي بتبقى محتوطة جنب بعضها لكن مش لازقب بعضها الخلايا فاصلة عن اللي جنبها وفاصلة عن اللي فوقيها فانا تحت عندي هنا دي بيزل سيلة اهيه وفوق كل اللير بتاعت الابيديرمز يبقى قدر اقولي ان ده ايه ان ده سبرا بيزل كليفت او لكني او بليستر او اي حاجة. ده سبرا بيزل. طب هنا ايجي للانجل. دايما نقص على الانجل بتاعت الكليفت او ما شوف كليفت والدنيا فاضية هدور على الانجل. الانجل اهي. فوق منها الابي ديرمز كله. وتحت منها الديرمز. يبقى دي سب ابي ديرمال كليفت او بول. هنا برضو. ده كليفت اهو. هشوف الحتة اهي? الانجل. فوق الابي ديرمز كله. وتحت الديرمز يبقى دي سب ابي ديرمال كليفت او بول. دهش. الاتنين دول انترا ابي ديرمال كليفت. ده منظر البنفيجس. بقول لكم اهو ده بتاعت البيزل سيل. تحس البيزل سيل مترصاصة جنبها بعضها لكن مش ملزقة بعضها. ودي اه ده اللير تحت بيزل اهي. وده سبرا بيزل كليفت او لكني. هنا في البنفيجس فليشيز او بيبقى سب كورنيل. هنا الهورني لير وكل الليرز بتاعت الابي ديرمز موجودة تحت ربايتها دي البنفيجس فليشيز. تانكيو فيري ماتش. اتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بالبيزيك النهاردة ان شاء الله.